لمناقشة الموضوع ينضم لنا في الاستيديو ناجح النجار خبير بشأن الروسي والاقتصاد الدولي أستاذ ناجح مرحباً مهلاً أهلاً بك أختي فكرية أستاذ ناجح الاتحاد الأوروبي ما زال مستمر في عقوباته ضد موسكو وآخرها كان الحزمة التاسعة برأيك ما الذي حققته هذه العقوبات للحد من الخطر الروسي؟ والله في حقيقة أنه استمرار العقوبات الأوروبية أو الغربية بما فيها واشنطن على روسيا هي من شأنها إطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا مزيد من الضغط على القرى الأوروبية لسيما بشأن تعطل الإمداد أو تقليل الخفاضات أو إمدادات الطاقة والغاز إلى أوروبا كذلك ما يدور في أروقت الكريملين أن الرئيس الروسي بوتين هو عنيد بطبعه لسيما أن العقوبات أو البنك الروسي نجح حتى الآن في استمرار تمويل الحرب الروسية أو العملية الروسية على أوكرانيا فبالتالي طار أوروبا حتى هي أوروبا مقاسمة على نفسها هناك دولا في الاتحاد الأوروبي هي لا ترغب في استمرار لسيما عند حضرتك ألمانيا في بداية العملية كانت من الدول التي لا تدعم بقوة إمداد أوكرانيا بالأسلحة ولكن بعد ذلك نظرت بعد اللوم عليها من باقي الدول الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا ولكن على استحاق هناك إمداد روسي ولكن تم تقليله بشأن الطاقة إلى القرى الأوروبية ولكن تقلص بسبب العقوبات روسيا دولا حاليا يترغب في أو تعيد الصفوف بداية لسيما بعد انسحبها الشهر الماضي من منطقة خرسون حيث المنطقة الاستراتيجية أو البوابة إلى شبه جزيرة الخرم وبالتالي هي ولسيما بعد حجد أو تعبئة نحو أكثر من 200 ألف أو 250 ألف جنديا إلى إضافاتهم إلى القوات الروسية حضرتك بطبيعة الحال أن الرئيس بوتين لن يحيد أو يتراجع عن ضمانات من أوكرانيا أو حلف الناتو لعدم تواغل أو تواجد قوات لحلف الناتو على الأراضي الأوكرانية وبالتالي هذا يهدد من الأمن الروسي أنا أرى في تقدير الخاص أن الرئيس زيلينيسكي كان عليه أن ينقى ببلاده وشعبه وعدم انخراطه في التحالف مع حلف الناتو أو إعطاء ضمانات لروسيا لأن الخاسر الأكبر هو الشعب الأوكراني كلفة الحرب مكلفة على الطرفين سواء روسيا أو أوكرانيا ولكن الشعب أو الخسارة الأكبر حاليا هي تمس بشكل مباشر الشعب الأوكراني حضرتك في بيان لرئيس مارك ميلي القيادة المشتركة الأمريكية وهزع بحزب أو على مسؤولياته أن هناك خسائر فادحة في الصفوف الأوكرانية وأيضا من روسية ولكن وصلت حسب تقديره أو حسب البيان إلى ما يقارب من 100 ألف جندي أوكراني 200 ألف جندي روسي 40 ألف مدني أوكراني ما بين 15 إلى 25 نازح ولاجئ أوكراني جراء العملية الروسية في أوكرانيا يعني في النهاية أستاذ ناجح العقوبات لم تحد من الخطر حتى الآن لم تلم إذن ما الجدوى من فرض هذه العقوبات مع أنها في كل مرة تفرض العقوبات على موسكو يصبح الشارع الاقتصادي العالمي في نقص كبير من إمدادات الطاقة والنفط خاصة في أدول القرى العجوز السؤال هم حضرتك أشكرك عليها هو حقيقة أن ما يحدث هو مزيد من الضغط في أسعار الطاقة دوليا على القرى العجوز بصفة خاصة هناك مصانع أغلقت في أوروبا مصنعين كبيرين في شمال ألمانيا أغلقوا جراء توقف الإمداد أو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة حكومتين سقطت في بريطانيا في غضون شهرا واحدا تعطيل أو تعطل في سلاسل الإمداد دوليا بسبب استمرار تلك العقوبات ولكن كما ذكرت لحضرتك أن روسيا أو البنك المركز الروسي حتى اللحظة نجح في تمويل هي الهدف منها أيضا حضرتك أنه هي تريد أوروبا أن تضغط على بوتين لوقف العملية الروسية في أوكرانيا ووقف الحرب على أوكرانيا ولكن حتى الآن هي لم تنجح في ذلك حقيقة ما هو رد فعل المواطنين الأوروبيين على العقوبات التي تفرض على موسكو والتي كما قلنا أنها عملت ضغط ونقص كبير في إمدادة الطاقة والنفط في الدول ما رد فعل المواطنين الأوروبيين على ذلك؟ هناك غضب في الشارع الأوروبي في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا يدعون هناك إلى وقف الدعم إلى أوكرانيا وتوفير هذه الأموال وتدبيرها إلى الشعوب هناك أزم الطاقة بوتين يعني زيما بالعامية قطع الحنفية أو الطاقة عن أوروبا واستخدم ذلك في فصل الشتاء كان اعتماد أوروبا بشكل كلي أو يعني بنسبة 80 أو 90% على الغاز والنفط الروسي ولكن هناك غضب عارم في الشارع الأوروبي جراء الدعم إلى أوكرانيا هناك مواطنين أو في بريطانيا قيل أو ذكرت بعد التقارير أنهم يأكلون وجبة واحدة في اليوم هناك أسر تعاني بسبب عدم توفر الطاقة لسبل التدفئة فصل الشتاء هو الأصعب على القرى الأوروبية وعلى شعوبها نعم وهذا ما حققته كما قلنا الأزمة الروسية الأوكرانية مراقبين يرون أن مواصلة الاتحاد الأوروبي في وضع العقوبات كما يرهم مراقبون طوال ما هو إلا رد ضعيف لثبات العملية الروسية والتي يرون أنها تحاقق أهدافا بخطة ثابتة كيف تنظر إلى العمر؟ في الحقيقة أوروبا لم تنجح حتى الآن في أو تحقق التي ترجو أو من قرارات هي منخرطة وراء الولايات المتحدة الأمريكية عشان نكون بشكل واضح في مزيد أو الضغط على بوتين في فرض مزيد من الأنقوبات لكنها أو هي لم تحقق ما تتمنى أو ترجوه أو يتمنى قادة اتحاد الأوروبي أو تتمنى واشنطن أذكر لحضرتكم أن هناك اتصالات بين الرئيس ماكرون وبين الرئيس بوتين لم تتوقف بعد وبين المستشار الألماني كذلك هناك اتصالات سياسية وعسكرية وأمنية بين الولايات المتحدة نفسها التي تقود التحالف ضد روسيا أو حلف الناتو وما بين روسيا وهناك تصالات دبلوماسية جارية حتى الآن حتى اللحظة بين واشنطن وموسكو بالتالي إذن الحرب توقفة أو في تقديري أن الجلوس إلى ميدة المفاوضات عدم انخراط أو استمرار الرئيس ديلينيسكي في القرارات أو الانصياع وراء القرارات أو الاتجاه التوجه الغربي هي إطالة أو استمرار أو الهدف منها إطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق أو ضعف الجيش الروسي عسكريا وإنهاكر الاقتصاد الروسي اقتصاديا ولكن يدفع سمن هذا وذاك هما الشعبين الروسي والأوكراني ولكن الشعب الأوكراني هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة نعم برأيك ما هي المكاسب التي حققها الغرب وكذلك موسكو أيضا منذ بدء العملية العسكرية موسكو حققت حضرتك حتى الآن لا سيامة في السلام الحامر هذه الحرب روسيا حققت أرباحا وتجني أرباحا من بيع النفط الروسي إلى أوروبا بشكل خاص رغم تقلصه إلى العالم روسيا في الأسكر الحضرتك في النصف الأول من العام الجاري حققت وفق الشركة الروسية المملوكة غاز بروم إلى الحكومة الروسية هي حققت أو جنت أرباحا تقدر به 2.5 تريليون روبل هو الأعلى سعرا حتى الآن بما يعادل 41 مليار دولار إذن حتى الآن روسيا لم تخسر بعد هي خسرت بالتأكيد في الجنود والمعدات ولكنها على الأرض حقيقة هي لم يرغمها الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية إلى الركوع أو التوقف العملية الروسية في أوكرانيا نعم أستاذ ناجح النجار خبير بالشأن الروسي والاقتصاد الدولي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا